إلى لندن ينضم إلينا من هناك مراسلنا أشرف سعد أشرف الأجواء باردة جداً في لندن وموضوع فيروس كورونا ربما يعني ينغص على البريطانيين احتفالات رأس السنة البريكزيت وكثير من الأمور كيف يبدو الوضع في نهاية هذا العام لديك؟ ربما تكون هذه هي أسوأ عطلة عياد الميلاد ورأس السنة تمر بالبريطانيين منذ عقود فمن ناحية ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا أدت إلى إلغاء الاحتفالات بشكل كامل حتى العرض الأضواء الذي كان يتم هنا على ضفاف نهر التيمز كل عام قد تم إلغائه بسبب تفشي فيروس كورونا الكثير من الأمور تنغص على البريطانيين حياتهم من منعوا حتى من زيارة الأهل والأقارب خلال عطلة الأعياد أما معدلات التفشي فهي مستمرة في الارتفاع عشرات الألاف يصابون يوميا بالفيروس والمستشفيات بلغت ساعتها القصوى حتى أننا قبل بدء هذه الرسالة مباشرة بقليل سمعنا أن المستشفيات بدأت تقيم خيام في ساحتها لعلاج المرضى بعد أن امتلأت أسرتها بالمصابين أو بالمرضى الذين يحتاجون علاجا سريعا وسمعنا منذ يوم أمس عن بعض المستشفيات اضطرت لعلاج المرضى في سيارات الإسعاف نفسها على أي حال غدا أو ربما بعد غد نسمع عن المصادقة على عقار أسترازينيكا هذا الذي ربما تكون له الكلمة الفصل في تصدي بريطانيا لتفشي فيروس كورونا العقار يتميز عن لقاح فايزر في عدة نقاط أولا هناك مائة مليون جرعة جاهزة للاستخدام ثانيا هو أقل التكلفة ثالثا يمكن تخزينه في ظروف أقل صرامة كثيرا من عقار فايزر وبذلك يمكن أن نتحدث عن أن بريطانيا قد تعبر البرزخ خلال فترة قصيرة للغاية وربما كما قال بعض المسؤولين إبان فترة أعياد الفصح تكون الأمور قد عادت إلى طبيعتها شكرا جزيلا لمراسلنا أشرف سعد من لندن